الفاتحة بإتقان مع الشيخ صابر عبد الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أسعدنا بكتابك وبتلاوة كتابك العظيم وبتجويد سورة الفاتحة أعظم سورة في كتابك الكريم يا أكرمين أحبتي الكرام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المغضوب البعض يمكن في حرف الباء يزيد في كسرته ويشبعها يقول غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم نقول لا أعطيها فقط حقها من الكسرة المغضوب عليهم والبعض يمكن لا يحقق ضمة الضاد يقول المغضوب ضو وليس ضو انتبه صوت الضاد أو صوت الحرف المضموم غير الحرف الممال ضو غير ضو وهكذا ينبه علينا أن نحقق ضمة الدال غير المغضوب عليهم كذلك عليهم نبهنا مرت علينا قبل ذلك صراط الذين أنعمت عليهم ينبه علينا أن نراعي فتحة اللام وسكون المياء وكسرة الهاء لا نقول عليهم ولعليهم عليهم غير المغضوب عليهم عليهم أما ولا الضالين سنجعلها كلمة نجعلهما كلمة واحدة اللام مع كلمة الضالين وسيكون هناك تأثير للام أو للضاد على اللام في الحلقة القادمة نعرف ذلك الحكم بإذن الله اشتركوا في القناة